السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اللهم شافي منا كل مريض اللهم بحق قولك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين واذا مردت فهو يشفين قل هو للذين امنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحد مجموعة من الأحباب طلبوا مننا وحد دعودي الخير أخونا السعبد الطيف السعبد الطيف من دار البيضاء اللي غادي في حياته مستقر أولدته الأسرة طيبة وخدم عرسه تعاب والمشقار رغم الرزق قليل وغادي فرحان وغادي سعيد في لحظة كيشعر بتعب يزور الطبيب فكيقول للطبيب بأنك عندك واحد مرض شديد العروق توقفه كل شي توقف فاشعر بالفزع كنقول لك يا عبد اللطيف إياك ثم إياك أن تنزعج الجسم البشري ما في تعب غدا إن شاء الله الجمعة صباحا سنتكلم عن هذا الموضوع بالضبط على تجربة سيدنا أيوب عليه السلام من اللي غادي مرض وغادي مرض كله ما غا يبقى فيه إلا العضم والعصب العضم والعصب لكنه لم ييأس من روح الله فأكسبه الله صحة وعافية جديدة ربنا يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هذا العقل والمنطق والسنن الكوني كله يتوقف أمام هذه الآية يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أخونا عبد اللطيف يطلب منكم أيها الأحباب الكرام وحد دعو الله بالشفاء اللهم رب الناس أبهي بالباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألم اللهم شافه اللهم عافه اللهم بدله دما خيرا من دمه وبدله اللهم عظما خيرا من عظمه اللهم بدله عصما خيرا من عصبه وعرقا خيرا من عرقه اللهم شافه وعافه اللهم يا ربي متعه بالصحة وبالعافية وبتمام العافية قولوا معنا جميعا أمين 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 يا ربي يا كريم للا فاطمة أيضا من ترودانت كتقول بأنها مريضة وصلت طريحة الفراش وكتلت تمس الدواء وبقت مازال مريضة ولكن عندها أمل في دعوة الصالحين والصالحات دعوة الصابر والصابيرات هذا البرنامج كتابه وحد المجموعة دي الناس من أهل الإيمان ومن أهل الصلاح وكتب فيه الناس المبتلين والناس الصابرين والناس الفقراء والناس المهمومين والناس المنكسرين ياما ياما كثير هؤلاء كلهم ماذا يسمون يسمون أحباب الرحمن ويسمون ضيوف الرحمن ضيوف الرحمن اتنان الأولين هم الحجاج الميامين لكيخلوا العائلة والأحباب والأولاد والتجارة والوطن كيخلوا كل شيء وكيمشوا حفاتا عرات لابس غير الإحرام وكيقلوا لبيك اللهم لبيك هؤلاء يسمون ضيوف الرحمن اللي ربيع الزوجي قل جاءوني شععة غبرة يقولوا يا ربنا جئناك من بلاد بعيدة تركنا أولادنا وأحبابنا وجئنا إليك منيبين خاضعين خاشعين وقد أنخنا مطيانا بين يديك هذا هو من الأولين ضيوف الرحمن تانين شكوهما هو كل مبتلع كل صبار كل مهموم كل منكسير كل محجور كل واحد ما خدش حقه ضلموه تعدوا عليه أسمعوا كلام سيء ولكنه صبر واحتسب يسمى ضيف من ضيوف الرحمن ورهم كتاب عنا في هذا البرنامج وحد العدد كبير من هؤلاء هؤلاء دعوتهم مستجابة قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعة أغبر لو أقسم على الله لأبره أشعة أغبر يعني حالة ضيعا ومكرفص لكن مقامه عند الله عظيم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لن فطم الله شفيك الله عفيك أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنة وصفاته العلاء أن يشفيك من كل دائن ومن كل سقم ومن كل علة الله يمتلك بالصحة والعافية وتمام العافية اللهم شافي منا كل مريض اللهم بحق قولك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس ويشفي صدور قوم مؤمنين وإذا مردت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء لما في الصدور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة